عودة مرة أخرى إلى إسلام أباد لمعرفة مسجدات انتشار فيروس كورونا في باكستان ونضم لنا من هناك مرسل غدا إسماعيل مطر إسماعيل سباح الخير هل تسمعوني الآن؟ نعم سجلت باكستان يوم أمس أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة نعم طيب كنت أسأل إسماعيل عن الإجراءات المتخدة في باكستان في ظل هذا الارتفاع الكبير لفيروس كورونا وفي ظل أيضا أخذ 32% فقط من سكان هذا البلد التطعيم بالجرعتين نعم هذا الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا في باكستان دفع الحكومة الباكستانية إلى إغلاق بعض المؤسسات التعليمية وبعض المراكز التجارية في باكستان والتي انتشر بين منتسبها وروادها مرض كورونا ولكن ليس هناك قرار حتى الآن يلزم المؤسسات التعليمية أو غيرها من المراكز التجارية بالإغلاق الكامل هناك أيضا تخوف من فرض هذا القرار سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي وذلك لتبعات مثل هذا القرار على الوضع الاقتصادي الباكستاني كانت هناك عدة تصريحات من عدة مسؤولين باكستانيين سابقا بأن الإغلاقات التي يتسبب بها فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية أدى إلى حالة اقتصادية وتدهور الحالة الاقتصادية في باكستان بشكل كبير جدا وأكدوا بأن باكستان تعاني اقتصاديا أكثر مما قد تعاني من انتشار وباء كورونا لكن هناك أيضا المراقبون يتوقعون بأن الحكومة الباكستانية والوزارة الصحة قد تقر قرارا بهذا الشأن وقد يكون القرار مخففا خاصة وأن باكستان تبعت سابقا سياسة الإغلاقات الذكية حيث تغلق بعض المراكز والمؤسسات بنسبة محددة وبتوقيتات محددة ولكن حتى الآن لا قرار بهذا الشأن عملية التلقيح والتطعيم ضد فيروس كورونا على أشدها في جميع أنحاء باكستان منذ بدء وصول اللقاحات إلى باكستان وهناك أيضا فرض حالة التطعيم على كل المسافرين وكل رواد المؤسسات التعليمية والمراكز التجارية والعملين بها في الهيئات الأخرى إذن قد يستمر هذا الوضع في مجمل باكستان في هذه الآونة لكن لا قرار حتى الآن بهذا الشأن بشكل رسمي شكرا جزيلا لك من إسلام آباد مرسل الغدس مع المطر على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك